مدان التحرير موقع طورة 25 يناير تفاكرين اليوم ده؟ تقولوا ايه؟ لو قلتلكم ان التغارات المناخية كان لها دور فعال بصورة 25 يناير وان المطالب نفسها عيش حرية عدالة اجتماعية ساهمت فيها تغارات المناخية تقولوا ايه؟ تقولوا يوه واحدة تانية جاية تركب الموجة زي ما مليون واحدة قبلها معمل صح؟ اوه هتقولوا علي واحدة عبيتة ما بتفهمش وده وارث جدا بس اشي قدقى واضحة انا ما بقولش ان السبب الصورة التغارات المناخية ولكن ايها ساهمت فيها؟ ممكن اكون غلطانة بس دوني فرصة على الاقلع لكم ليه؟ ازاي؟ ده المنظر من مكتبي كل يوم من دور الـ 24 عشوائيات بولاء ابو العلا ده المنظر من تحت منظر يدول على مدى انقسام والفرق ما بين الغني والفقير قدم الصورة دي حزينة قدم هيا لابتديني الدافع لنا محتاجة عشان اعمل لنا بعمله انا شغالة في مجال البيئة وهي مهنة اغلب بالناس معتقد ان احنا بنشتغل في قضايا مرفهة وان الناس والبلد محتاجة تركز في امور يعني اقتصاد السياسة العامة اضاء المهمة بلاقي نفسي كل يوم بحاول اقنع لحواليا ان البيئة من الاولويات وان احنا بقينا شعب استهلاكي جدا وبسبب سلوكيتنا دمرنا بيئتنا والبيئة اللي احنا دمرناها واللي احنا عايشين فيها بتأثر على حياتنا بشكل مباشر كل يوم وللأسف التغيرات المناخية هي اكبر تمن هندفعها بسبب افعالنا لان احنا كبشر اللي سببنا في الافعال دي اللي هنشطها على الارض الصورة دي اتخذت في بنجلاديش في سنة 2007 فيضانات بسبب التغيرات المناخية في اكتر من 9 مليون بني ادم اتحجروا من بيته بسبب التغيرات المناخية اصبحت دلوقتي فيه ظاهرة اسمها اللاجئين بسبب التغيرات المناخية او بالانجليش محتاجين دلوقتي احنا نتقلم ونتعود عليها بس قبل ما نخش في العميق تعالوا نعرف في الاول يعني ايه تغيرات المناخية ويعني ايه الاحتباس الحراري اصلا انا هفتارد كده ان انتو كلكم درستوا الصورة دي في الاعدادي بس بكل بساطة اشاعة الشمس بتنزل على الارض وبتخش الى الغلاف الجوي اللي هي الطبقة العزلة ما بيننا وما بين الفضاء وبعض الاشاعة الشمس بعضها بتخدخل على الارض بعضها تاني بتخدخل تاني ودي حاجة كويسة عشان اشاعة الشمس اللي بتدخل لنا بتدفي الارض وبتدينا احنا والنباتات والمخلوقات القدرة على النمو ولكن من ساعة الثورة الصناعية في قرن التسعة عشر وكسرة انبعاسات ثانيوكسيدوكربون في الجو بقت الطبقة العزلة دي بتخنت وبقت سميكة فبالتالي اشاعة الشمس اللي بتدخل لنا ما بتعرفش تطلع تاني فبترجع تدفي الارض اكتر وكتر ودي نتيجة الاحتباس الحراري واللي احنا بنسميه التغارات المناخية احنا حاليا وصلنا عند 400 PPM CO2 PPM دي يونت اسمها Parts Per Million بنستخدمها علشان نقيس بيها كمية السانيوكسيدوكربون أو CO2 في الغلاف الجوي حاليا بقينا وصلنا عند 400 PPM احنا محتاجين نبقى عند 350 PPM علشان نفادي الكوارث على الارض احنا لسه عندنا شغل كثير قوي منعماره ماذا بقى التأثيرات اللي ستحصل على مصر؟ في 2010 وثاني في 2013 كان فيه سيول في السينة سببت في وفاة وإصابات وتهجير مئات الناس من بيوتهم بسبب التغارات المناخية جماعة تأثيرات التغارات المناخية مش حاجة حنشوفها بعد خمس سنين ولا عشر سنين ولا خمستاشر سنة لا حاجة احنا شايفينها اولا دلوقتي حالاً طيب كان فيه دراسات بقى كتيرة جداً كتحاول تحسب تأثير التغارات المناخية على الاقتصاد المصري فكان فيه تقرير تعمل من يو ان دي بي في سنة 2013 حسبت ان الخسائر بسبب تأثيرات التغارات المناخية على الاقتصاد حتبقى بمليارات الجنيهات المصري وما يوازي 2-6% من الناتج المحلي وده بسبب التأثيرات على موارد المائية الزراع موارد الساحلية والسياحة تقرير ثاني من الاي يو من الاتحاد الاوروبي قال ان الرقم ده لو ما عملاش اي حاجة ما فيش اي اكشن اتاخد ممكن الرقم ده يوصل لعشرة في المية من الناتج المحلي في سنة 2050 عشرة في المية تمتخلين يعني ايه عشرة في المية من الاقتصاد المصري؟ يعني كل الحاجات اللي احنا عمليين نشتغل عليها من قناة السويس على مشاريع تنموية ممكن يحصل لها ايه؟ تعالوا نبوست بقى على الأقص على قطاع معين هيتأثر بالتغارات المناخية قطاع الزراعة من اهم القطاعات اللي هتتأثر بسبب التغارات المناخية بسبب اتفاع درجة حرارة الأرض وحيبقى فيه الجليد في القطب الشمالي حيبقى فيه ساعتها المستوى ارتفاع البحر حيزيد فبالتالي ده حيسبب غرقان في مناطق معينة من السواحل من ضمنها الدلتا في مصر بسبب غرقان الدلتا ده حيأثر على ثمانية مليون واحد مصري حيتهجر من بيته وفقدان أراضي زراعية أكثر من خمس ثلاث كيلو متر مربع كلنا عابدين ان الدلتا هي السلف العيش بتاع مصر وده معنى ايه؟ نزلنا تكلمنا مع الفلاحين مع المزارع البسيط في الفيوم عشان عايزين نعرف يا انا ماذا استيعابه على موضوع تغارات المناخية فاهم مش فاهم عارف داري باللي بيحصل ولا مش عارف لان ايه عارف اللي بيحصله أكثر مننا كمان بمراحل ممكن يكون مش قادر يوصل المعلومة نفسها باللي بيحصل للمصطلح نفسه بتاع تغارات المناخية بس قادر يقول لنا ان من سنة لسنة المحصول عمال بيقل بنسبة 30% وده بيأثر عليه سلبيا بس إبنا المزارع البسيط رحنا تكلمنا مع الشركات الزراعية الكبيرة واننا نعرف هل بيعملوا حاجة ولا ما بيعملوش اللي بيحصل لانهم برضو عارفين وابتدوا يحاولوا خلول يخترعوا خلول علشان يحاربوا بيها تأثيرات تغارات المناخية على المحاصيل بتاعتهم فجابوا أنظمة بتطلع مية في الهوى عشان تبرد الجو وتخدع المحصول علشان عشان يكبر عشان ما يموتش أحيانا كانت نجحة بس في الأغلب ما كانتش فلقينا ان احنا وصلنا المرخلة ان احنا بنستخدم فلوس كتيرة جدا عشان نخترع طرق نحارب بيها تغارات المناخية وبرضو مش ناجحة السورة دي اتخذت من واحد زميلي برا احد السوفر ماركت الكبيرة في القاهرة ايه رأيكم في السورة دي؟ حاليا وصلنا المرحلة ان هيبقى في بعض المحاصيل من الخضار والسكهة مش هتبقى متوفرانة في السوفر ماركت في اي حتة ده في السوفر ماركت هنا في التجامعة الخامس في حتة منطقة ماركت جدا في القاهرة في القاهرة مش في الاريات مش اي حتة ثانية هنا النهاردة في الوقتي في القاهرة طيب لو مش هيبقى فيه نوع من الخضار والفاكهة متوفرة لنا هيبقى ايه اللي هيحصل يعني؟ كان فيه دراسة اتعملت كانت بتقيس فيها كل المحاصيل وقل من هنا ورايح بسبب التغارات المناخية وزيادة ارتفاع درجة حرارة الجو محاصيل معينة مش هنعرف ان احنا من هنا ورايح نزرعها تفتكروا من ضمنها ايه؟ الشوكولاتة انا طبعا دي اثرت فينا شخصيا جدا يعني ايه ما في الشوكولاتة؟ بس تجد بقى لو فعلا مايرثناش ان احنا نوفر للناس الاكل والغذاء اللي هم محتاجينه تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل هل ممكن يبقى فيه زيادة في ارتفاع الاسعار؟ طيب لو الاكل والغذاء مش متوفر للناس والاسعار زادت ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن نبتدي نتخانع العيش؟ يمكن نبتدي نتظاهر يمكن نعمل ثورة عيش خرية عدالة اجتماعية شكرا مشكلة ان احنا بننفى التاريخ في سامة 1977 يناير برضو ننزل مظاهرات تموها مظاهرات العيش الناس مقدرتش على زيادة الاسعار فنزلت ايه تاني ممكن يخلينا ننزل؟ قطاع المية من اهم القطاعات اللي هتتأثر برضو بسبب التغارات الملاخية احنا حالين النهاردة في 2015 تحت خط الفقر المائي على مستوى العالم تخيلوا بقى لما يحصل بقى تغارات الملاخية وتأثيرات الدين ايه اللي ممكن يحصل؟ حسنا انا اكيد دلوقتي ديتكو صورة سودة جدا وسيئة جدا على ما هيحصل في مصر وعلى مستوى العالم باستويس بالتغارات الملاخية وده واقع ده واقع بس عايز اقول لكو حاجة مع كل ازمة بتيجي فرصة واحنا فرصتنا دلوقتي لازم نبتدي نشتغل سيئة سيئة طيب يعني هل الحكومة بتعمل حاجة اصلا؟ هو اللي محتاجين نعمل؟ هل المسئولية على مين؟ علينا ولا عليهم؟ اجماعة المسئولية علينا احنا كلنا بتسئل برضو طب يعني انا انا وعملت حاجة هل هأثر اصلا؟ ده اكيد كانت في استشارين اسموه مكنزي مش عارفة تسمعوا عنهم انا لا مكنزي عملوا تقرير من كم سنة ههمه حسبوا فيها وحللوا فيها كل الخيارات المتاحة اللي احنا ممكن نعمله عشان نقلل من الانبعاثات اتساسي هو يا كربون احنا نفادي كل الكوارث وتوابع تזارات ملاخية صحصي اسموا استغلال انا احنا Elf نقلل نسبة معينة عشان نفادي كل الكوارث بصوا فيها على كل الحلول المتاحة بصوا فيها على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حاجات كثيرة جدا بس في الآخر خالص بصوا فيها على ايه؟ التغيرات السلوكية الفردية دي بساطتني جدا ليه؟ عشان لأول مرة تقرير يطلع عن الحلول المتاحة لتغيرات المناخية يطلع يقول ان انت كشخص فردي بسلوكياتك ممكن تقلل من الامبعاثات برقم تحديدا ما يوازي 4 جيجا تن سين اكسيد الكربون في السنة 4 جيجا تن اجماعات المشتوابين يا 4 جيجا تن 4 جيجا تن ما يوازي اجمال الامبعاثات من بلد الهند وروسيا مع بعض دي بيين لك ايه؟ دي بيين لك ان انت كشخص ممكن تعمل فرق على مستوى الجماعي طبعا بس الاول مرة تقرير يطلع يقول بالارقام ان احنا فعلا بسلوكياتنا ممكن نغير وممكن نعمل فرق برجع بتقل برضو نفس السؤال طب يعني هو انا الحفر قوي بصراحة؟ ما بصوا المصارع على الاسمنت بتعمل ايه؟ ولا الفحم اللي احنا دخلنا فيه في مصر دلوقت هو انا الحفر قوي بصراحة؟ اه اه هتفرق وحتفرق بنسبة كبيرة كمان طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا ممكن نعمله بقى لو احنا فعلا ممكن نعمل فرق انا بحب قوي الخريطة دي هي mind map غريبة جدا بس انا بحبها عشان بتورينا كل الحلول المتاحة اللي احنا ممكن نعملها عشان نقلل من بصمتنا الكاربونية او بالانجليش من ناحية استهلاكنا الشخصي فبتبص بقى على المواصلات بتبص على ايه ممكن نعمله في البيت من ناحية المنزل كل الحاجات تي متوفرة على الانترنت وفي الكتب لو انتوا عايزين تبصوا عليها بتفاصيل اكتر عشان تقللوا من البصمة الكاربونية بتاعتكم الشخصية اللي انتم ممكن ما تبقوش عالتينها مثلا ان 30% من استهلافنا المنزلي في البيت من الكهرباء تبقى من سخنات المياه لو احنا بدلناهم بالسخنات الشمسية تتحطى على السطوح هتوفرنا في الفاتورة في الكهرباء هتقلل الانبعاثات ومش مكلفة لا احيانا ارخف كمان من السخنات التقليدية طيب تعرفوا برضو ان 15% من استهلاكنا برضو في البيت بيبقى من النور لو بدلناهم برضو بلمبات موفرة ممكن فعلا برضو نقلم من نفس الاستهلاك طيب بلاش كلك الايميل تقولوا كده الايميل بيستهلك قد ايه الايميل من شخص طبيعي جدا شغال في بيزنس بيبعث ويقرأ ويريسيف وفيلتر البصمة الكاربونية مية خمسة وثلاثين كيلو جرام CO2 في السنة وده ما يوازي سوقف عربية متوسطة 320 كيلو متر يعني من هنا للساحل طيب فلاش الموبايلات الكلام على الموبايل لمدة ساعة واحدة بس بتستهلك واحد تن CO2 في السنة وده ما يوازي طيران من لندن لنيويورك اتجاه واحد درجة ايكونامي مستوازين؟ بس الحاجات يا جماعة مش جديدة علينا كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها مش جديدة اللي احنا اخدنا اللي اعل جور كان بيقوله في 2006 من تسعة سنين عن التغارات المناخية محتاجين ان الحاجات تبقى تدرس في المدارس النهاردة مش بكرة مش بعد خمس سنين مش بعد عشر سنين النهاردة ففيه حاجات بسيطة جدا ممكن نعملها عشان نغير من سلوكياتنا وعشان نعمل فعلا وزي ما قلنا مع كون لأزمة بتيجي فرصة احنا فرصتنا اليوم ولو فعلا لو احنا اللي سببنا في المشكلة دي مش يمكن احنا كمان اللي ممكن نحلها؟ شكرا 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 شكرا